ننتقل إلى صحيفة الانديبندنت البريطانية القضاء الإيراني يحكم بإعدام شابة حامل اتهمت بحرق صورة الخميني حكم القضاء الإيراني على الشابة الكردية الحامل شهلاء عبدي بالإعدام بسبب إحراقها صورة لمؤسس الجمهورية الإيرانية الخميني وفقا ما أفادته وأفاده موقع إيران وير الأربعاء وذكر الموقع أن عبدي أيضا هي شابة في أوائل العشرينات وتنحدر من محافظة ذربجان الغربية ويتهمها النظام بحرق العلم وأوقفت أيضا في مدينة أورمي منتصف أكتوبر تشرين الأول خلال الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهساميني خلال احتجازها في مركز لشرطة الأخلاق في طهران بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الصارمة ونقل إيران وير من سجينة أن عبدي احتجزت واحتجزت في سجن أورمي المركزي نحو شهر كما أفادت سجناء بأنها نقلت قبل ثلاثة أسابيع إلى سجن آخر فيما قال آخرون إنها وضعت في مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات وضف التقرير أن الشابة الكردية خضعت لحراسة مشددة لمنعها من التحدث لأي أحد وحتى الآن أعلن القضاء الإيراني اصدار ثمانية عشر حكما بالإعدام على خلفية اعتداءات مرتبطة بالاحتجاجات وتم تنفيذ أربعة منها وقتل ما لقل عن أربعمائة وواحد وثمانين شخصا في حملة القمع التي شنتها السلطة الإيرانية لقمع حركة الاحتجاجات بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومن قرها النرويج اشتركوا في القناة